قالت مفوضية حقوق الإنسان النيابية أن ظاهرة المشردين المتنامية في غضون سنوات الثلاثة الأخيرة في العراق تنذر بالخطر وأضف العضو في المفوضية رفع أحمد أن الآلاف من المشردين لجأوا إلى التسول في الطرقات مبينا أن أغلبهم في سن المراهق والشباب ما يزيد المخاوف من استغلالهم في الأعمال الخارجة عن القانون وأوضح أحمد أن المشردين هم من عائلات نازحة فقدت منازلها واسكن بعضهم في الخيم وكثير منهم أصبحوا بلا أهل بعد فقدان عوائلهم